ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الغد لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت العام وأجواء دافئة في أغلب المناطق وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل أعزائنا متابعين تقس العرب أسعد الله مساءكم من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي مع يوم الغد لتصبح أعلى من معدلاتها بما يقارب السد درجات المئوية وإلى تفاصيل خراء الدرجات الحرارة كما نشاهد هنا مع نهار هذا اليوم وحتى مع نهار يوم الغد هناك أجواء دافئة في معظم أناطق المملكة قد تميل هذه الأجواء إلى الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة خلال ساعات النهار وفي ساعات الليل كما نشاهد هنا هناك ارتفاع لدرجات الحرارة الليلية لتصبح الأجواء مناسبة تحديدا في ساعات الليل الأولى وأوقات الإفطار تكون أعلى من الليالي الماضية إلى أن تميل إلى البرودة مع ساعات الصباح الباكر أما يوم الثلاثاء فمن المتوقع أن ترتفع بشكل إضافي درجات الحرارة تحديدا نسبة لمثل هذا الوقت من العام في هذه الليلة في العاصمة عمان أجواء غالبا صافية درجات الحرارة تصل إلى 11 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 9 كم في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة كما ذكرنا ارتفاعات الدرجية على درجات الحرارة يوم الثنين نهارا 23 إلى 15 ليلا يوم الثلاثاء 24 نهارا إلى 12 درجة في ساعات الليل وانخفاض على درجات الحرارة مع يوم الأربعاء لتصبح درجات الحرارة في العاصمة عمان 18 نهارا إلى 8 درجات في ساعات الليل ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد إربط 28 إلى 17 أجواء مشمسة في المفرق 26 إلى 15 جرش 28 إلى 16 وفي عجلون أجواء مشمسة من 26 إلى 17 درجة مئوية في عمان 23 إلى 15 في الزلقاء 27 إلى 15 في البلقاء 24 إلى 16 درجة مئوية مادة 24 إلى 15 أجواء مشمسة وقد تميل للحرارة في البحر الميت من 32 إلى 22 درجة في ساعات المساء في الكرك 25 إلى 15 الطفيلة 22 إلى 14 في معان 26 إلى 13 جبال الشراء 21 إلى 12 درجة وفي العقبة أيضا أجواء مشمسة وأيضا تميل للحرارة من 33 إلى 22 درجة مئوية أخيرا في المناطق الشرقية 27 إلى 14 في الصفاوي 27 إلى 14 أيضا وفي الأزرق من 28 إلى 15 درجة مئوية نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب تمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزل الحراري من أيريام لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري